دائما منسأل حالنا أي قطعة لحم هي الأفضل لنا نعمل فيها ستيك لأي لي؟ الجواب هاي الرباي أو الانتروكوت هي بأشواط أفضل لحمة لتنعمل ستيك موجودة فوق قفص صدر ما كتير تشتغل هيدا يلي بيخليها تكون طرية وغير هيك منع لحمة هبرة مثل الفلاة فيها شوية دهن وهيدا يلي بيعطيها النكهة يلي بيميزها عن غيرها جربوا جيبوا لحمتكم بالأربع والخمسة سماكة كرميل ما تنشاف معكم ونشفوا اللحنة منيحة مبرة قبل ما تنزل على المقلقية دعونا نبدأ فرن محمى على 200 درجة مقلقية سخنة أربع مليعي كبار زيت زيتون وهلأ للحنة ملح بهار ثاني ميلة جواني جواني بصحوه مضبوط تخلو هالملح وبهار يكون عليها كلها ما تخافوا من كمية الملح والبهار ناخد اللحمة عمهل بها الشكل بعيدة عنا كمال ما تطرشنا الزيت نتركها تقريبا دقيقتين على أول جنب بذكر ميل اللونة ما بدنا نصويها بهالمرحلة وهلأ بعد دقيقتين نقلو بعد ثاني ميل شوفوا هيدا اللون اللي عم نحكي عنه بنحضر أربع حصوص طوم بنقصهم جواني دربة من فوق بتقشر معنا على جنب كليل جبل و شوية زعتر بنحط الثوم والزعتر و الكليل الجبل بنقلو بعد جواني اكدوا جواني معمولين مضبوط كمان حرفيا ثلاثين ثانية على كل جنب مثل ما قلنا نحن هلأ بدنا نلونها قبل ما نتفوت على الفرن منحط كل شي فوق اللحمة و على الفرن و هلأ بعد ثمين دقائق منضحها لبرة لنفحص حرارتها اللحم الحمراء والرير لازم توصل إلى ثلاثة وارمائين درجة والميديوم جربوا وصل الحرارة الداخلية إلى ثلاثة وخمسين منولع تحتها ملعتين كبار زبدة المقنية اللي عنا شوي منسقي ما بتسدوا الروية حيلا عم تطلع عنا هلأ هلأ نطفت مننقلها لترتاح مننقل اللحنة منزيد عليها الزبدة اللي بايت بالمقنية ومنخليها ترتاح نفس كمية الوقت اللي بايت فيها بالفرن وهيدا اللي بتخلي الماء يرجع يتوزع على أطراف اللحمة وهيك بتظلها طرية وميّطها فيها ومن بعد ما تكون رتاحة اللحمة منقص عكس الشريين بطعة سميكة بحدود 2 صامتي موسيقى موسيقى رتاحة ملح بحر موسيقى كذير حبود باكيد ستيك ما بتزبط بلا بطاطة وصلاة اشتركوا في القناة